كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية شكر ممثلة أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ حزنه وتأثوره لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا مشيرا سموه إلى أن الوطن قد فقد برحيله أحد أعلامه الكبار في مجال الفن المسرحي كما فقدت الساحة الفنية المحلية أحد رواد ونجوم المسرح الكويتي والخليجي والعربية مستذكرا سموه الرسالة الفنية التي حملها هذا الفنان العملاق ومسيرته الفنية الحافلة بالعطاء الفني والإبداع والتي تجاوزت الأربع عاما وما قدمه خلالها من أعمال مسرحية وفنية متميزة وهدفة تنولت الأعمال الدرامية والكوميدية كانت وستظل محل إعجاب وتقدير الجميع وستبقى بقية ومدرسة لمن يسير على نهجه في حبه لوطنه وتفاعله مع قضاياه مقدرا سموه دوره الكبير في النهوض بالحركة والأعمال المسرحية وتطويرها في الكويت وانتشارها وتأثيرها خارج حدود الوطن مؤكدا سموه أن الوطن لن ينسى أبناءه الأوفياء ممن أسهموا في عطائهم وبذلوا جهودهم في مختلف المجالات وكافة الظروف لخدمة وطنهم ولرقيه ونهضته مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلواني وحسن العزاء